أمام عينيك ثمت الظلام يدخلك في تفاصيل الحيرة والقهر وغرق تفاصيل البلاد في أزمة الكهرباء المتفاقمة يعود التوقيت الزمني المدروس لهجوم على خط إمداد الكهرباء القادم من إيران على واجهة قراءة الرسال والأطماع الخارجية سيما عمليات الاستهداف للمنظومة الكهربائية إبقاء على مصالح نفوذ ومصالح شخصية في العراق المنتجة أرضه للثروات لازالت الكهرباء رهينة التحكم الإيراني وهذا توجه الاقتصاديين والمهندسين نحو تفسير سطوة دولة مجاورة على رئي عائدات الطاقة العراقية يخصص مركز الروابط للأبحاث ودراسات الاستراتيجية حديثا مفصلا ودراسة حول البدائل والحلول يقول المركز تحاول الولايات المتحدة تخليص العراق من الاعتماد الكامل على طهران في استراد الطاقة والأخيرة ترفض لأن العراق يعد متنفسا اقتصاديا لها خاصة بعد العقوبات الأمريكية التي دفعت باقتصادها إلى حافة الهاوية الاتفاقية الجديدة بين إيران والعراق بشأن تصدير الكهرباء ستستمر لعام 2021 وتبلغ قيمتها 800 مليون دولار يقول محللون إن الهدف منها تعطيل الاتفاقية العراقية السعودية أما الحلول التي تلوح في الأفق فهي الإسراع باستثمار الغاز المصاحب لأنه أقل تكلفة واستثمار الطاقة الشمسية كل الحلول متاحة أمام طريق تحسين الواقع الاقتصادي واستبدال الظلام بخدمة تضي عتمة الليالي لكن ما يعرقل تحقيق المؤمل هو التدخل والسطوة التي يمثلها النفوذ مرة أخرى يترق العراقي باب التحذير من واقع مرير يعيد صيفا مختنقا بالظلام والغليان كما حدث في صيف سابق إلا أنه خوف من تكرار غضب لا يمكن إخماده إذا تكرر مشهد الظلام كما في كل عام ترجمة نانسي قنقر